نرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في حلقتنا الاستثنائية الموجودين معاكم فيها من مدينة العالمين الجديدة ويمكن الحقيقة ونحن نتكلم عن هذه المدينة في خطة متكاملة لتنفيذ كافة الخدمات والترفيق أيضا في هذه المدينة وكمان استغلال كل عوامل الجذب الموجودة فيها من مكان وحتى يمكن الخدمات الموجودة فيها عشان نقدر نخرج بهذا المشروع الكبير تفاصيل كتيرة جدا جدا تمت براعتها في هذا المشروع الكبير الحقيقة ويمكن يا شخص ديوان هنتكلم على هذا المشروع الفكرة في حد ذاتها فكرة كبيرة وانت حتى لما منذ أعلن عنها سيدة رئيس عبدالفتاح السيدي في 2018 بالنسبة لكم شايفنا فكرة كبيرة جدا وهتاخد سنين طويلة جدا عشان تنفذ صحيح لكن نقدر نقول دلوقتي بعد ما شفنا الصورة أن معدلات الإنجاز عالية جدا وجانب مهم جدا من هذه المشروعات هي الأبراج علامة مميزة بتشوفها وانت جاي من على الطريق من طريق ود النطرون طريق الساحل طول ما انت ماشي بتشوف هذه الأبراج وتعتبر علامة من العلامات المميزة والمميزة لهذه المنطقة طيب الأبراج دي عبارة عن كامبورد ايه محتوياتها هل هتكون تجارية هل هيكون فيها جزء سكني ايه تفاصيل هذه الأبراج وصلنا لفين في معدلات الإنجاز كل ده هنعرفه دلوقتي من المهندس محمود الأمير المشرف على الأبراج الشاطئية بالعالمين الجديدة بشمهند الصباح الخير عليك صبعا نور يا فندم برحب بيكو وبرحب بجميع السادة المشاهدين ونورتونا وشرفتونا بمدينة العالمين الجديدة أهلا بحضرتك لو نتكلم على مدينة العالمين الجديدة هنتكلم بشكل عام بمدينة العالمين الجديدة منذ انشاءها ب2018 على مساحة 48 ألف فدان وبسبب نمو الاستثمار تم إضافة 102 ألف فدان لتصبح حجم المدينة بالكامل 150 ألف فدان لو نتكلم عن مدينة العالمين الجديدة مدينة العالمين الجديدة مدينة هنصنفها مدينة سكنية طرفهية تعليمية رياضية لو نتكلم على المدينة السكنية مدينة بها 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى مدينة طرفهية بها منطقة طرفهية ومدينة طرسية لو نتكلم على مدينة تعليمية بها جمعة العالمين وبها الأكاديمية العربية لو نتكلم على مدينة رياضية عندي مساحات من البحيرات الصينية اللي بتقام بها سنوياً البطولة العربية والإفريقية للتجديف والكنوية والكناك لو نتكلم على مدينة صينية عندي مساحة 5500 فدان بها خمس مصانع وجاري إنشاء باقي المصانع لو نتكلم على حجم التحديات القابلتنا في المدينة العالمين عشان نرفع المدينة قابلتنا صعوبات كبيرة في البداية كمدينة بها ألغام ومدينة بها أرض سبخة أرض غير صالحة للتأسيس فتوجهنا مباشرة لإنشاء بحكم تواجدنا على البحر المتوسط تم إنشاء محطة تحليل مياه بحر بساعة بطاقة 150 ألف متر مكعب لإستغلالها للمدينة بالكامل وتم إنشاء خزان تكديس بساعة 60 ألف متر مكعب وتم إنشاء 12 محطة بينهم محطة معالجة سلسية بساعة 90 ألف متر مكعب وتم إنشاء محطات رفع ومحطات صرف مطر ومياه وتم ترفيق المدينة بالكامل بخطوط الانحضار وخطوط الطرد لو نتكلم عن الكهرباء عندنا محطات كهرباء لتشغيل المدينة بالكامل ومطقة صناعية بقدرة 525 ميجا فولت أمبير لو نتكلم عن الغاز الطبيعي هنا في العالمين الجديدة أوصل الغاز طبيعي بالفعل وتم إنشاء محطة وتم إنشاء محطة بالكامل وتوصيل تقريباً ما يقارب 130 كيلو متر خطوط غاز طبيعي بالإضافة إلى تم توصيل العدد وحدات 6500 وحدة بالغاز طبيعي بجميع الصوعد بها هاي يا فندم يمكن طبعاً منشكر حضرك على كل هذه التفاصيل بس وحنا نتكلم عن مدينة العالمين وأهم ما يميز مدينة العالمين الجديدة هي أبراجها أبراج مدينة العالمين لو حضرك تشرح لنا وتوصف للسادة المشاهدين هذه الأبراج يا فندم لو نتكلم عن الأبراج الشاطئية هنا عندنا 15 برج كمرحلة أولى وعندنا مرحلة تانية ثلاث أبراج على مساحة 250 ألف متر مسطح من معادل 60 فدان عندي عدد الوحدات بالأبراج الشاطئية تقريباً 4500 وحدة سكنية المساحات تتروح من 45 متر ل71 متر مساحات الشوءة تتروح من 100 متر لتقريباً 200 متر تم تقريباً بيع عدد ما يقارب 4000 وحدة سكنية ده عظيم جداً هي كلها شوءة سكنية ولا شوءة داخل فنادق؟ فيه شوءة سكنية وفيه أماكن فندقية أبراج فندقية عظيم جداً أنا شايف فيه اختلاف حتى يمكن في الأبراج اللي ورا حضرتك فيه اختلاف في التصميم اللي علينا دول هما الأبراج اللي حاج بتتذكرهم دلوقتي هما الثلاثة؟ اه اه خمسطاشر بوجل اللي وراي دول وفيه ثلاث أبراج مرحلة تانية اللي هما دول؟ اه اللي هما دول وعندي برضو خمس أبراج هنا مارينة طور تم بدء الأعمال المرحلة أولى بالكامل ووصلنا للدور الثالث أو رابع فيه طيب عوامل الأمان في هذه الأبراج يا فندقية نحن نتكلم عن الأبراج عدد الأدوار قد إيه تقريباً؟ تقريباً دور الزجية توراية تقريباً 44 دور لكل برج بارتفاع 170 متر أعلى أبراج على السحل الشمالي الأفريقي بنتكلم في عدد 4500 واحدة هاي بس عوامل أمامي يا حمد تتكلم في 44 دور لازم يكون في عوامل الأمان طبعاً طبعاً إحنا هنا ومجربة ومتأكدين منها لأنه يعني ده مهم جداً في البداية بداية أي مشروع لازم يبقى ضائم سفتي بالكامل موجود في الموقع وطاقم الإشراف عندنا بصفة دورية بيأمن على الموضوع السفتي وأمان أهم حاجة عندي السفتي هنا ماذا يحدث بذلك في خطة الأمان دي بتجرب زي ما يحدث؟ تجرب بطريقة أسبوعية أن بعمل خطة إخلال الموقع بالكامل وطرق أن بدي محاضرات للعمالة والمهندسين أن أنا ما جذفش بنفسي في سبيل أني في الشغل يعني أنا دايماً دايماً للمهمات السفتي عندي كخوزة وكسفتي أني تبقى دايماً موجودة ومؤمنة للعمال والمهندسين عظيم هل في هذه الأبراج مثلاً وحدات تقدم خدمات حكومية؟ هل في مكاتب لشركات؟ بالفعل يا فندم عندي في كل برج في منطقة تجارية بالكامل منطقة البوديوم بتطل على البحيرة الأماكن دي بها محلات تجارية البحيرة الناحية التانية بأفضار الأبراج واللي فيها برضو ممشى قدام الأبراج بطول الأبراج بالكامل هي البحيرة اللي على الشاشة دي صح كده؟ بالضبط كده فندم في ممشى سياحي بملاسق للأبراج كلها طيب بالنسبة لترفيق هذه الأبراج يا فندم برضو المتكلمة على أبراج 44 دور وعدد وحدات سكنية مش بسيط ترفيقها ازاي ده حاصر؟ هنا تم زي ما قلت لحضرتك في البداية انه تم ترفيق المنطقة الشطائية بالكامل وتم انه جميع محطات الرفع اللي بتروح معي على المحطة المعالجة السلسية ومحطة المعالجة السلسية دي بساعة 90 ألف متر مكعب بقدر استفيد بها برأي الزراعات بعد معالج المياة بحيث استفاد القصوى للمياة عندي بساعة واستفادة منها في رأي الزراعات والمجرات الأخرى عظيم باش مهن سنة بعد ما عملنا الطرق وبعد ما رفقنا ودخلنا المرافق الأساسية وجهزنا الدنيا خلاص اعتقد ان دي بقت حاجة ساعدة المستثمرين عشان يكونوا موجودين لانه العالمين فقط مش للجذب السياحي لجذب الاستثمارات كمان فعايزين نعرف حجم الاستثمارات اللي موجودة قد ايه الاستثمارات الخارجية هل فيه مستثمرين مش مصريين موجودين وتحديدنا اللي هنتكلم عن منطقة الأبان احنا بنتكلم عن الاتاحة دلوقتي عندنا منطقة ترفية بالكامل للمستثمرين وبالفعل احنا على السنة الثالثة على التوالي دلوقتي زي ما حضرتك بتشوف احنا السنة الثالثة على التوالي المدينة الترفية شغالة عندي وعندي مدينة تراصية على مساحة 250 فدان دي متاحة برضو لجميع المستثمرين بها متاحة بها درس بها سينمات وبها اوبرا وبها ارض معارض وبها بلازة رئيسية على منطقة على بحيرة صناعية ده كله كله دي عوامل انا بوفرها وبتاحها للجميع المستثمرين اللي يجوا هنا يستثمروا في الدينة العالمين الجديدة ومتاحة بجميع مرافقها وجميع التسهيلات وجميع الخدمات لها طب نشكر حضرتك جزيل شكر المهندس وحمود الأميرة المشرف على الأبراج الشطائية بمدينة العالمين الجديدة نورتونا وشرفتونا يا فندم وبنشكركم وبنشكركم على التقديم المستمرة وبنشكر جميع فرية العمل شكرا جزيلا لشكرتك